السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد هنتكلم فيه ان شاء الله عن معالجة مياه النيل لاغراض الشرب اتمنى تكونوا بخير واتمنى تشتركوا في القناة واتشايروا مع زمالكم عشان تدعموني ان انا اقدم اكتر من الحاجات اللي بتتم عندنا على مية النيل في مصر او في محطات على مستوى العالم كتير ان بعد ما بنضيف الكولور بيضاف حاجة اسمها الشابة عشان نعمل الكو اجوليشن اللي احنا قلنا عليه الشابة هي عبارة عن مادة ملخ معدني زي كابريتات الالمونيوم اللي هي القلم او كلوريد الحدين الشابة ببساطة خالص فكرتها ان هي تحمل شحنة موجبة وبعد اكسادة التحالب والبكتيريا بفعل غاز الكولور هتكون تحمل شحنة سالبة ففكرة القلم اللي هو كابريتات الالمونيوم ان هو ببساطة عن طريق الشحنة الموجبة اللي هي الالمونيوم موجة ثلاثة هيجمع حواليه اكبر قدر من البكتيريا والميكروبات اللي تم عليها المعالجة باستخدام الكولور فبالتالي هيلمهم في صورة كتل او مادة صلبة غروية هتتجمع على وش المياه هنشوف كل الكلام ده طبعا بالصور بعدها هيتم فلترة الحاجات اللي زي كده وازالة من عليها التجمعات اللي احنا بنقول عليها دي طيب ايه الحاجات اللي بتأثر عندي في الكواجوليشن درجة الحرارة طبعا كل ما هتزيد درجة الحرارة كل ما القلم ده هينتشر اكتر في المحلول كل ما كفاءة الكولور هتزيد كل ما هيحصل عندي تنقية بشكل افضل الانفلونت كواليتي طبعا كل ما يجيلي مياه احسن ومستوى التلوث فيها اقل ومستوى البكتيريا فيها اقل كل ما هيكون افضل والصالح المعالجة بتاعته الالكالينيتي ليها تأثير الاماونت ونوعه وحجم نوعه وكمية الكواجولانت يوز هتفرق كتير جدا وتيب اند لنس اوف ميكسنج المفروض انه هما لما بيتحطوا مع بعض بعد ما بضيف الكولور ووضيف الشابه بيتخلطوا مع بعض وبيتقلبوا لزمن معين الوقت بتاعه ده هيفرق كمية الكواجولانت يوز هتفرق اللي هي الالمونيوم سالفيل او الفير الكولورايت ممكن نلخص عشان هنبدأ فيها ان شاء الله دلوقتي مراحل المعالجة باستخدام الكولور كالاتي اول مرحلة خالص هي التصفية بيتم من خلالها ازالة الاشياء او القطع السلبة التي يمكن انطعيك المضحفات زي السورة اللي قدامنا هي دي عملية التصفية بيكون عندي زي فلاتر ومرشحات كبيرة وراها زي ترمبا بتشفط المية بتشفط المية في نفس الوقت اللي هتمنع فيه ايه الجسيمات الصلبة لان طبعا الحاجات دي لو دخلتلي على مراحل المعالجة بتاعتي الدنيا هتقب الدنيا هتبوز فبالتالي لازم اتخلص من المخلفات الصلبة بالصورة دي وطبعا الفلاتر دي هيتم اعادة تنظيفها كل فترة لان هي هتتسد بمرور الوقت المرحلة التانية مرحلة الترويب اللي هي كو اجيوليشن زي ما انا قلت بضيف المادة المجلطة بيهدف لايه العملية دي يهدف لازالة المواد الغرانية المعلقة المسببة للعقارة والمواد المسببة للعقارة عندي في المية مش بتترصب بسهولة الا باستخدام مادة مجلطة زي كابريتات الالامونيوم او اللي بنقول عليها الشبا بعد كده عندي مرحلة ممكن اوريكم صورة لمرحلة الترويب مرحلة الترويب بيكون شكلها كالقاتي في قود الترويب بعد ما بنضيف الشبا بسيب المية في خلاط في مستودع زي كده او حوض زي كده المواد الغرانية اللي في المية دي مش هتترصب بسهولة ولكن بفعل الكو اجيلان اللي ضيفه المادة المجلطة هيساعد في تجميع الكتل او تجميع المواد المسببة للعقارة في صورة كتل هنقدر بعد كده ان احنا نشيلهم المرحلة اللي بعد كده هيبقى اسمها تهدف الى تجميع الندف الناعمة المشكلة بالمرحلة السابقة اللي بتشكل ندفا اكبر يسهل ترسبها بالتساكل يعني ايه؟ يعني مرحلة كو اجيلان دي احنا قدرنا ناخد منها كتل صلبة من المواد المسببة للعقارة طيب هيتبقى لي شوية ندف ناعمة الندف دي هي لسه عالقة في المية ومش هتترصب بفعل الجاذبية زي الكبيرة اللي ترصبت في مرحلة كو اجيلان فبالتالي مرحلة التنديف هي عبارة عن ايه؟ ان انا بحط المية بحوض بيكون في خلاط بطيق خالص الخلاط ده بيعمل على المساعدة في تجميع الندف الصغيرة دي بحيث ان هي تكون ندف اكبر الندف الاكبر اللي بتتكون هيكون سهل فاصلها وبكده احنا خلصنا من ندف كبيرة وندف صغيرة وهنتجه بعد كده لمرحلة ترسيب كل المراحل اللي فاتت المية لسه مرقتش بعد مرحلة المية دي هيترصب منها اي حاجة وهتخرج منها رائقة بعد كده واخيرا كل المية اللي عملنا لها والترسيب وشلنا منها اكبر قدر من المواد العالقة والندف اللي تكونت بفعل بالشابة هندخل المية بعد كده على حوض اسمه حوض الترشيح الحوض ده بيبقى فيه رملة لها مواصفات خاصة ومتحضرة بطريقة معينة بتشتغل كفلترة لإيه للمية بتاعته بحيث ان هي تبدأ بقى تشيل في المواد العالقة واللي ما بنشوفهاش بعينينا او اللي هي مش هتبقى ملحوظة يعني مواد عالقة وفي نفس الوقت مش هتسبب لي اي عقارة المية هتمرر خلال وصل الترشيح وطبعا المية هتخرج من هنا صالحة للشرب هيتبقى لي مرحلة واحدة اخيرة بعد مرحلة الترشيح وهي مرحلة التعقيم انا دلوقتي عملت حاجات كتير على المية بحيث ان انا خلتها امنة مرحلة التعقيم الاخيرة ممكن تكون بصورتين بيفضل فيها استخدام الكلور كجرعة نهائية وجرعة امنة بحيث ان المية دلوقتي خرجت من المحطة امنة وتمام ورائقة ومفهاش باسوجينيكو اورجينيزم وباقي ان هي توصل للمستهلكين في صورتها النقية دي فاحنا هنديها جرعة كلور تأمين للمية دي اسناء رحلتها في ان هي تروح لحد المستخدم ويستخدمها ان هي ما تتعرضش لاي هجوم بكتيري او اي حاجة تضر بيها فهنديها جرعة كلور تعتبر جرعة حماية للمية اسناء رحلتها والمخطة اللي قدامي ده بيوضح المحطة كلها بتشتغل ازاي هنا تجمع المية وبعد ما بنجمع المية بنعمل لها تثبيت للبي اتش بتاع ان كانت هي فيها حمودة او فيها قاعدية وبعدها بتبدأ المية تخش للمحطة بتاعتي دخلت للمحطة بنبدأ بنحط لو احنا بنتكلم في كلور وشابة يبقى فيه الامونيوم صالفات او كلوريد الحديد والكلور وبعديهم المية بتخش على الكواجيوليشن والفلوكيوليشن والسيدمنتيشن وزاي ما قلنا كل واحدة بتعمل ايه بالتفصيل بعدها المية هتخش على ان هي تترشح في الرملة وبعدها ايه اللي هيحصل هندي جرعة كلور اضافية عشان بتعملي ديس انفكشن وتأمن المية لحد ما توصل للمستهلك فيه طريقة تانية للديس انفكشن الاخيرة هتبقى عن طريق اليوفي الراديشن بيكون شكل لمبة اليوفي كبيرة كده وبيكون ده مدخل للمية وبيكون ده مخرج للمية وعن طريق كونتاكت تايم وبروسيديور معين بيكون محدد حسب المية بتاعتي حالتها عاملة ازاي ومحتاجة جرعة قد من الاشعاع الكافي اللي يقدر يقضيلي على البكتيريا الضرة والعوامل الممرضة فيه طريقة تانية بالاوزون بس دي مش هكون داخل حدثنا طيب الكيميكا الكواجيوليشن بقى بيعمل لي ايه بيزيل التربديتي عقارة المية واللون والبكتيريا وبيزيل الطعم والريحة واي ملوث عضوي طبعا زي ما اتفقنا ان فيه مواد صلبة هيكون سهل ازالتها وندف كبيرة وفيه اللي هتتعامل في شكل فلوكيوليشن ان احنا هنجمعها الاول بحوض سريع بطيء التقليب وفيه اخيرا اللي مش هيترصب بكده حالص هنعمل له سيدمنتيشن ثم فلتريشن وهنا ما بيقولش حاجة اكتر من اللي انا بقولها دي وده شكل المية بعد الكلورينيشن بتكون مكونا لي جسيمات صلبة عالقة بعد ما بديه الكواجيلان بتبدأ الجسيمات دي تتجمع على بعض وبنعادل شحنتها هي هنا غنية بالشحنة السالبة بفعل اكسادة الكولور وهنا زرة الالمونيوم بتجمع حواليها الجسيمات السالبة دي او اثار البكتيريا اللي تحمل شحنة سالبة وبعدها في عملية الفلوكيوليشن ان احنا بنرسبهم تحت وبعدها بنبدأ بنعمل ايه نفلترهم ونتخرج المية في صورتها الرائقة او المفهاش عقارة ملخص ثاني لعملية المعالجة بطريقة الكولور المية الخام داخلة حوية العقارة نحق كولور ونحق شابة وبعدين الترويب والتنضيب وبعدين حوية الترسيب وبعدين حوية الفلاتر الترشيح الى الخزان وفيه المحطط اللي اتفقنا عليه في الاخر هيكون اضافة المزيد من جرعة الكولور